كما وقع سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات مذكرة تفاهم في مجال النقل والمواصلات مع أخيه معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشغيقة نعم وتهدف الاتفاقية لتعزيز التعاون في مجال النقل الذكي من خلال العمل على تشريعات وسياسات بالإضافة إلى تبدل الخبرات وتحقيق التعاون في مجال البحث والتطوير والتدريب الفني وعلى صعيد المتصل وقع سعادة وزير المواصلات والاتصالات مذكرة تفاهم مع دبي اللوجستية العالمية والتي تهدف إلى ترسيخ مملكة البحرين كبوابة لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي ومنح البحرين امتيازات الجواز اللوجستي العالمي كما وقع سعادة وزير المواصلات والاتصالات على الإعلان عن زيادة عدد الرحلات والوجهات بين البلدين الشقيقين